مستحيل يا بلد يا بلد يا بلد يا بلد يا بلد يا مصر يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل يلي عود دينا دايما نلغي كلمة مستحيل يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل يلي عود دينا دايما نلغي كلمة مستحيل نحن من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني من تك نعلى نسبة كل خاطرة بألف ميل يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل يلي عود دينا دايما نلغي كلمة مستحيل يلي عود دينا دايما نلغي كلمة مستحيل إن احنا يكون ضيفنا النهاردة طبعا الفنان القادير سمير الأسكندراني اللي كلنا بنحبه واللي هو بيحب بلد وقوي وبيحب فن وقوي وده كتير لمصر وكمان بيتهيأ لمصر كمان قدت كتير للنجو سمير الأسكندراني ويبارك في زملائك في الستوديو اللي أزع لي مسلسل الطحونة الطحونة اللي هي الدنيا بتطحن قلوب البشر أشكال على ألوان أشكرك على هذه التحية الطيبة أنت منورنا بجد النهاردة أنا سعيدة باليقاء بحضرتك ربنا يبارك فيك والله بجد سعيدة أن أنا هيبقى عندي سمير أسكندراني كل سنة وأنت طيبة وأنت طيب يا فني وأنت كلكم بخير وليه كل سنة كل 200 سنة يا رب يعني الوحدة القياسية الكريتيرية اللي احنا هنتكلم عنها كل 200 سنة ونجدد ونجدد نعيش زي سيدنا نوح بزوط عشان ما نجبرش خالص ربنا يديك طلط العمر يا رب عيد فالنتين مش فيه رودولفو فالنتينو فالنتينو اللي هو يعني اللي الستات كلها بتموت فيه هو رمز فالنتين الغنوة بتقول كان فرانك سيناترا بيغنيها من مدة طويلة قوي أيها أكبر من سنة بشويتين لا أمر تاويني يولي السيدة هي تريد كنع هاتف هاتف لكن بوايق هاتف 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 أتمنى أن أتحدث أن الأغاني اللي بيحبوها قوي في الغرب. إنها جميلة رومانتية. ولا شك يا مونة إن أعظم شيء في الدنيا الحب. طبعا. الحب يخلي الناس تبني وتعلي. بس أخ أعظم حب في الدنيا هو في رأيي الحب بين الأم وبناه. الأم تعطي بلا حدود. عشان كده كل الأديان ذكرت الأم. الأم. وشكرت الأم. الأم تفدي بحياتها. تعطي كل شيء تملكه من أجل ابنها. عشان كده نمت الدنيا وازدهرت. طب لو طبقنا أن يعني أعظم حب حب الأم لأولادها. لو طبقنا الموضوع ده على الوطن. هو مش الوطن برضو بيعتبر هو الأم. والمكان اللي يعني اللي نقول إيه اللي إحنا كلنا عايشين في المكان اللي كلنا بننتمي إليه. مش نفس الحكاية برضو بس الموضوع معكوش شوية. اللي إحنا بقى للمفروض ندي للوطن مش هو اللي يدينا. لو لو إن مبارح مختلف شويتين عن النهاردة. إزي؟ حقول لك. افترضي إن فيه أوتوبيس. قصة. يعني مختلقة. ميش. واحدة ستة. وراكبة. ومسكة بتاعها دي اللي في نص الأوتوبيس. الأوتوبيس. والأوتوبيس وفاربل الستة دي تروح من الأول للآخر. وفيه ود قاعد جنب الشباك والدنيا حرة فأخذ الهواء كله. الود ده صوابعه زي الخيار الرايب. بالتعبير اللي قلتولك وإحنا عاديين برا للستوديو. قبل الهواء. عامل زي القتة. كبير يعني. وعفاه شبرين في شبرين. ما يفكرش يقوم يقول لها يا أمي اتفضلي قعودي مطرحي. عشان أنت مش عارفة تسندي نفسك. مفيش حد النهاردة. يعني ممكن. واحدة ستة ولا راجل كبير بيفتح الباب. وجاره أهو. طلع. بيحاول يفتح الباب. كيس بيقع. وكيس التاني بيقع فيه الفكرة. برضو ما يفكرش يقول له يا بويا. يساعد. يساعدك. نبقاش ده كتير موجود. ليه؟ ما عرفش ليه. بصي. لما تشوفي يا مونة. عسكري الشرطة. كان أنا بتكلم عن الستينات. عسكري الشرطة بيجري في اتجاه وراء لص. الشعب كله بيجري معاه ووراه في نفس الاتجاه. نهار ده وأنا مالي. نهار ده إحنا يعني أنا هتكلم والحديث يعني من قلبي وبصدق وكلنا بنحب أنا بحب الناس كلها. أنا بحب الإخوان المسلمين وبحب الأقباط وبحب المصريين أينما وحيثما كانوا. وبغني لهم. يا رب بلدي وحبيبي والمجتمع والناس. والمجتمع والناس. دي لكل دول. طبعا. جاني في قاتل غني لنا في الميدانة. أغني لكم لوحديكم. قالوا آه. قلت لهم لا. نغني المصر كلها. نغني المصر كلها. وكلنا نتلم على بعض لأن التوحد هو القوة الحقيقية. اللي تخلينا نعبر أي مشكلة. طبعا. مهم. عندنا شوية مشاكل. عندنا اللقمة العيش مشكلة. الخضار واحدة ستة عايزة تعمل طبخة طبخة فصولة. ولا بسلة. بخمستاشر جنيه وبتسعتاشر جنيه. إزاي. بزرع. عايزة مين جنيه عشان تأكلها لا. آه. ما ينفعش. ليه أخ بيفكر. ودكتور مهندس. وكان بيدرس في جامعة في أمريكا اسمها جامعة بورتلاند. ولاية أوريجن. سامي. آه. شريكي فيه أشياء كثيرة. في الفكر. في المحبة. في الكذا. آآ. رأيه إن. يعني طب. ما إحنا كلنا واحد. وإحنا كلنا مع بعض. ما إحنا نشوف أحلى وأعظم التقاوي. اللي بتزرع البطيخ. اللي بتزرع الشمام. اللي بتزرع الخيار. اللي بتزرع البسلة. أعظم تقاوي في العالم ونجيبها من المصدر الرئيسي بتاعها. أي. ونزراحها. هتاخد شهر اتنين تلاتة. وتملى البلد خير وبركة. ما هو ده اللي بيحب البلد. هيبقى عايز يعمل كده. لكن اللي بيحب نفسه بسه ومصلحته. مش هيفكر في كده. تفتكري يا مونة. لما أنا عاوز أجيب لحمة. من السودان. تيجي الحيوانات ماشية من السودان. وتصل مصر. بشكل طبيعي جدا. ويوصل كيلو البتيلو 20 جنيه. لكن هناك أفراد. ولا بد أن نشير إليهم. ولا بد أن تعرف الحكومة ونقول لها. لأن الحكومة والشعب المفروض أنهم واحد. في ناس من مصلحتها أن اللحمة ما تبقاش بـ 20 جنيه. عشان زي بعض المحلات ما بيبيعوها بـ 130 جنيه كيلو. أي. طب ما أنا المستفيد. في يوم من الأيام رحت كان في محافظ صديقي رجل عسكري. وعظيم ووطني. ورحت له السويس في محافظته. فأعرفت أنه خد موقف ضد الجماعة بتوى السمك. بيصطدوا السمك وبيصطدوا الجنباري. يقف الجنباري لما يطلع من المية بـ 4 أو 5 جنيه. فقط. بيبيعوه بـ 70 و 80 جنيه. فهناك من يستغلون قوت الشعب. عاوزين نقف ونعمل ستوب. وبعدين بنتكلم عن الحب. الحب ده حاجة عظيمة جدا. والحب مش كلام. فعلا. أنا بحبك يا ستة مونة. إزاي؟ عملتلي إيه؟ عملت البلد إيه؟ صحيح. إذا ما عملتش بـ ده كلام طايح ابن رايح مالوش ثمن. آه. بس يا ستة. فأنا. حضرتك عملت المصر كتير؟ وحسيت أن أنت مصر. قدتك قد اللي أنت عملته لها؟ لا. شوف أنا بطلع في التلفزيون كتير؟ لا. طيب. زهورك قليل جدا. قليل جدا. قليل جدا. آه. والأغاني من أنتوا سمعتوا الطحونة معمولة إزاي؟ آه. وتعالي نحط غنوة والتانية. وتعالي نحط الأغاني الإنجليزي. وتعالي نحط الأغاني إيطالياني وفرنساوي. نوزا فيانت وليد كالزان شغي. وأغنت بره ده. آه. ودرست في الفنون الجميلة بره. طيب. آه. مش عايز إعلام. وما بجريش وراء. والله عايزين أهلا وسهلا. أنتوا عزمتوني النهاردة. فأنا جيت. وبتكلم بمتها الصدق عنها. قضايا حية. آه. قضايا في الشعب في حاجة إليها. يعني عايز أقول لك إن إحنا ماذا نفعل حين أفرجك؟ آه. أنا عايزة عايزة الناس يشوفوا كمان الحاجات دي. تعالي نخش. في موضوع. بص كده. آه. أنا حشد والأنسة المصورة النابهة تعمل زوم إن على الكلام ده. هند زمن لبنا. أتفضل يا أستاذ هند. والأستاذ. هو خلاص. السورة جاية خلاص. تمام. آه. وثائق التجسس. قصة سمير. الطالب سمير. لأني وضحها خليها على الكاميرا شوية أستاذ سمير بعد إذنك. آه. قصة الطالب سمير الأسكندراني والمهندس عز الدين نعيمه. كميلي. اللذين خدع مخابرات إسرائيل في إيطاليا وألمانيا. قنص الإسرائيل في هولندا هو الذي اتفق مع الجاسوس الهولندي. طي. الكلام ده أنا بتكلم. عايزين نعرف قصة الطالب سمير الأسكندراني وإزاي خدع الإسرائيليين. بصي كده. تفاصيل اتصالات الطالب سمير في روما بمخابرات إسرائيل. كيف وصلت المخابرات العامة إلى المحطة اللاسلكية في الأسكندرية. طي. مش ده. توحد مصر. أنا ضحكوا علي هناك. آه. والتصوروا أنهم إن أنا وفقت. آه. وإن أنا جاسوس. أي. وإن أنا عميل على بلدي. وإلا ما رجعت بلدي. مباشرة في نفس يوم عوداتي اتصلت بالسلطات المصرية. وبدأنا بقرار من الدولة نشتغل لمدة سنتين. آه. إلى أن سقطت ست شبكات تجاسوس زي ما هو جاي. دي أسرتي بتهنيني وأخوي أهم اللي كان بيدرس في النمسا وحكت له أول واحد حكت له على الموضوع. حكت له. كان نفسه إنه يعرف. أنا كان عندي عشرين سنة. وهو كان عنده. هو أقل مني بتلات سنين ونص. يعني ستاشر سنة ونص. أي. ولكن كان واعيا. ووسقت فيه إنك تحكي له حاجة زي دي صعبة كده. كان واعيا لكل ما يجري في بلده. آه. وكان وطني مفعم بالوطنية. قال لي أنا النتيجة إن أنا مش هكمل أهدافي وأحلامي. إن أنا حدرس برا مش حدرس برا. وحرجع مصر. آه. آه. أو تنكشف الحكاية وننتهي إحنا الاتنين أنا وإنت. آه. ولكن علينا أن نكمل. اللي حصل إن إحنا أكملنا المشوار. وقبض على. ستة شبكات للجاسوسية. آه. هنا. برضو الكاميرا ياريت. هنا بيتفرجوا على المحاكمات بتذاكر. سيدات مصريات ورجال مصريون. آه. محكمة أمن الدولة العليا. محكمة أمن الدولة العليا. محكمة أمن الدولة العليا. تواصل محاكمة الجواسيس. تجربة للكتابة بالحبر السري يقوم بها الجاسوس بنزو أمام المحكمة. بيترو. بيترو أمام المحكمة. بيترو يقول إنه كان يصف لعملاء ومباريات الكرة في القاهرة. جمان. آه. محكمة أمن الدولة العليا. أنا وأسرتي بعد أداء الشهادة. أنا بختصر عشان ما أطولش وعاوز أغني لكم النهاردة أكتر ما أتكلم. طبعا. ولكن. 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 ببصي كده. ها. ده في النهاية. الحكم بإعدام الجواسيس فؤاد محرم ورشاد رزق. أعدام. أشغل شقة مؤبدة. والقصة معلنة والجرانيم مصوراها. يعني دي قصة مش مؤلفة. لا قصة حقيقية طبعا. والمخابرات العامة قبلت بلاءا حسنا. وكانت لسه في بدايتها. وكانت المخابرات الإسرائية الموساد على مستوى من القدرة والقوة. ومن دول العالم. يعني ايه من دول العالم؟ يعني عند تكوين الموساد. عميد. برتبة عميد. أي. سوفيتي. يهودي. يروح. مقدم. فرنسي. يهودي. يروح. يعني تكونت من أعظم وأقوى العناصر العالمية. الدول الأوروبية كمان تعتبر. كراهية في مصر. في مصر والمصريين. والمصريين. وانتصرت مصر. الحمد لله. انتصارا بينا. انتصرت بالوفاء والفداء. بصش. ها. في حاجة مهمة هنا هون. بصش كده هم هنا. هم. أكبر رأس للجاسوسية. للجاسوسية. في دول أوروبا. والشرف الأول. نصر. الرئيس عبد الناصر متصور. في عمود هامشي. أو على جنب صورته قد كده. وعمود هامشي. نتيجة خطورة الخبر. بالضبط. الراجل ده. ده مسؤول عن التجسس كان. ها. الجسوسية الأسرائية في وسط أوروبا. هم. هو ده. المصريين جابوا تفاصيله. هم. دي. هم. شطابات بالحبر السري. عملية عنيفة. عملية كبيرة وعنيفة. وحضرتك قدرت أن أنت تغدعهم لمدة سنتين. بصش. بس بني وبينك. أيوة. ثقتي في بلدي. آه. ثقتي في حكومتي. إيماني بقيادتي. خلاني أتوحد معهم. وهم يتوحدون معي. ما خفتش وإنت عندك عشرين سنة. أنت تتحمل مسؤولية زي دي. وإنت بتتعامل مع الموساد. خفت. إنما الحب. بيصنع المواجزات. حب بلدي. حب الناس جراني. حب الفلاحين اللي بشوفهم لما نروح في عزبة حد من الأصدقاء. إحنا ما كانش عندنا عزبة الحمد لله. من أحد من الأصدقاء. آه. والأحباء بتوى الأسرة. بصش كده. خمس مؤامرات. دول ست شبكات. آه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. آه. وبعدين هنا. يعني. تفاصيل. تفاصيل للأخبار. واللي قد إيه الجرائد اهتمت بها في وقتها. الكلام ده قاعد ينشر. أربعة شهور. أربعة شهور. من أهمية طبعا القضية وأهمية الموضوع. دي والدتي وأنا في البيت. رحمها الله. الله يرحمها. ودي وثيق التعيين باسكندراني في مخابرات إسرائيل. آه. رجل دكتور في المعرفش إيه. عباس العقاد. فكر بالمستوى ده. مش عيل عنده عشرين سنة. أي. واخوه عنده سبعتاشر ونص. آه. وبي. لا. لا. ده كانت يد الله سابغة. بالضبط. رعايا. لأن فيه ثقة ومحبة مرتبطة. بصي. هنا من. مين ده. مكتوب. ده زميل من الجملاء. هنا مكتوب. استقالة عاجلة لمدير مخابرات إسرائيل الكولونيل هار كافي. طبعا. فصوري لما استقي المدير المخابرات الإسرائيل. لأنه فشل. أمام المخابرات المصرية التي كانت. لا. يعني. يدوبك. بدأت. يدوبك. بدأت. بادئة. لا تملك إلا إيمانها بالله. وحبها للوطن. للوطن. واخد بالك. الكلام ده حقيقي. أنا بقى حربت سنة سبعة وستين كمان. كمان. كمان حربت سنة سبعة وستين. وده كلام مش زار. ده كلام يا مونة. طب أنا عزيزة رفحي. نلعب مع بعض الصبح بالمعلبات. نلمي ونقع في الرمل. ولذع منا على الضفة التانية. آه. وبعد شوية يبدأ الرصاص والمدافع تشتغل. قدي. دقيقتين. دقيقة. نص دقيقة. شوية كده. وبعدين أخ صديقي اللي كنت بلعب معاه. ألاقي نصه. ألاقي دماغه. شوية كده. شوية كده. ولقي ده كذا. اللي مدخلش الحرب معرفش. هم. وكان بيحارب في هذا الوقت ضد عاده حقيقي. مش ضد بلده. أنا رافض تماماً. ومنتهى التقدير لبلدي كلها. أنا قلت لك من البداية أنا بحب القبط بجد. هم. والمسلمين والإخوان المسلمين. هم. وبقولهم إحنا واحد. طبعاً. إحنا واحد. ولا بد أن نفطن. بوعي وحقيقة. إن إحنا نجمع كل شتات قوانا. العظيمة. القادرة. المؤمنة. من غير كلام ومزايدات. نتلام على بعض وحنصنع المعجزة. بحب. مش بكراهية. الحب في تصوري ما هوش حب رجل امرأة. ده حب تقليدي. طبعاً. وحب ديني. وحب سرمادي حتى يستمر الوجود. إنما تصوري. تعالي حنقلك نقلة بعيدة شوية. ولكنها في عمق العمق. إيه رأيك في كلمة الذوبان. الحب اللي فيه ذوبان. لا خليه الحب الإلهي اللي فيه ذوبان. لما. خليها رابع. رابع العدوية. شهيدة الحب الإلهي. خلينا مع الناس المتصوفين الحلوين. والرهبان الطيبين. اللي عايشين مع ربنا. صحيح. الرهبان دول بيعملوا إيه؟ عاملين نها كلاب. أكيد لا. جايبين الراقصة الفلانية. لا. دول بيصلوا لله. بطريقتهم. والمتصوفين. بالزبط. وأنا كمسلم مطالب. أنا عندي في القرآن الكريم. باراجراف كامل عن ستنا مريم. مجدها. يعني فضلها واصطفاها. وفضلها. فضلها مرتين. واصطفاها مر على نساء العالمين. كرمها تكريم علي جدا. وكرم السيد المسيح. وقال للمسلمين. قال له ولتجدن القرآن. بيقول لسيدنا النبي. لتجدن أقربهم للذين آمنوا. الذين قالوا إنا نصارى. ذلك أن فيهم قسيسين ورهبانة. وأنهم لا يستكبرون. لا يستكبرون على الله. يعني أهل الكتاب. لو إن استجارك كافر. عشان الناس اللي بقول نقتله. فنصرح بالقتل. إن استجارك كافر. ده بيقول لسيدنا إبراهيم. إن استجارك كافر. قال لك أغثني. فأجره وأبلغه مأمنة. وصلوا البلده. وصلوا القبلته. وطمنه. لما كان سيدنا النبي الراجل الكافر. بيرمي عليه كل يوم. وبطل يا ربي. سأل عليه. صحيح. فالراجل أحبه. واعتنق دينه. نتيجة سلوكه. نتيجة معاملته الطيبة معه. إن كنت فضى. نغليظ القلب. لا نفضوا من حولك. أنا أدعو. أدعو أهل بلدي كلهم. أدعو الرئاسة المصرية. أدعو الأجانب. أدعو المصري ضيوف. أدعو إن إحنا نتلم على بعض. ومفيش حال ينقذنا مما نحن فيه. ونروح الأرصدة نفرتكها. إلا الحب الحقيقي. محدش يستأثر مننا عن الآخرين. محدش ياخد الخير كله. وإنتوا لا. إحنا وإنتوا لا. مفيش حال يسمعها إحنا وإنتوا. إحنا. غير المسلمين. والمسلمين. اسمهم إحنا. كلية الفرون الجميلة. وكلية الفرون الطضائية دامتوا وحدة. لا إحنا. مصر. العظيمة. مصر التي انتصرت على إسرائيل. بشكل فارق في الزمن. دا حصل يا مونة. لأن هناك توحد. في غنوة أنا بغنيها المصر. وبقول لها يعني لو بقيت عنك برضو بقيت عنك عشانك كنت بدرس وارجعتلك. وبشتاء إن أنا أرجع وأبوص طرابك يا مصر. الغنوة فيها تعبيرات جميلة. عندكم في الطحونة. اللي انتو أزعتوها. كانت حاجة. رائع. إحنا هنسمع أغاني بس يعني أنا أنا من الكلام اللي حضرتك بتقوله. أنا أنا يعني في سني ومعيشش اللي حضرتك يعني عيشته ده. أنا وصلت لي رسالة إن إحنا نحب بلدنا قبل ما نحب نفسنا. أحب بلدي قبل ما أحب مصلحتي. إنت كنت طالب بتدرس كنت ممكن تفكر في مصلحتك لسه في بداية حياتك. فوصلت أكتر من رسالة. رسالة إن إحنا كشباب نحب بلدنا. رسالة إن إحنا كلنا إحنا. يعني بجد قد إيه كلامك بجد عظيم. وأكيد هناك أعظم. بنا بركي. موسيقى موسيقى Championships ومهما كان بعدي عنك حاشتق لحضنك وجيلك. راجع لحضنك يا أمي above صرابك يا مصر. راجع لحضنك يا أمي above صرابك يا أمي above صرابك يا بصر. يرويني حبك حبك يا مصر مصر يا مصر من صغري واخدى بيدي من صغري شارف حنانك كبرت واشتد عودي من نبت غير المزادك من صغري واخدى بيدي من صغري شارف حنانك كبرت واشتد عودي من نبت غير المزادك من كنت سافرت مرة ده كان عشانك يا مصر العيشة في البعض مرة لو حتى كانت في قصر ان كنت سافرت مرة ده كان عشانك يا مصر العيشة في البعض مرة لو حتى كانت في قصر راجع لحبك يا امي مش ترابك يا مصر ضميني يا امي ضمي ضمي ضميني يا امي ضمي يرويني حبك حبك يا مصر مصر يا مصر عشانك يا مصر اشتركوا في القناة 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 إيه ده ما ينفعش إحنا حتى الذي لا يصلي الأوقات بصلاتها بصلواتها مؤمن الشعب المصري مؤمن بطبيعته وفي النهاية ربي اللي حيحسبني بنروح سيدنا الحسين وبنروح سانتا تريزا وبنروح للعذرة وبنولع شمعة يا مسلمين وبيبوسوا الأرض وهم دخلين عند سيدنا النبي وعند سيدنا الحسين لأن احنا عاطفيين ولأن الدين بالنسبة لنا عاطفة عالية جدا أنا أتوسل بصدق مشاعري اللي انتوا عارفينه وقصة التجسس دي اللي محدش يعملها غير واحد ما يقول أنا مال ويمشي ويراح نفسه بما يخول لي الحق في أن أقول أني مصري ثم أقول فعرض دين النبي ارحمونا اتلموا كلنا واحد كلنا واحد يا رئيس كلنا واحد مش عايزين حد يشمت فينا أنا مستعد أغنيلك من قصوان لسكندرية واجيب زملائي الفنانين ونغني لمصر وللمصريين خلصونا من الهم اللي احنا فيه مش بتاعنا مصر ما تستهلش ده مصر لا تستحق هذا مصر تستحق العظمة والمد وتستحق الخير والنماء وفي كلها الناس بتحقد علينا الدول بتحقد علينا وبتخرب العلاقات اللي بنا فالله يرعانا ويسود تقطعنا ويوكلله بالتوفيق والنصر مساعينا يا رب وليل لا أنا يعني أصلاً مستمتعة والله بكلام حضرتك ربنا يعزك لأنك مصرية حتى النقاح وصادق وده إحساس كتير جداً من المصرية لازم نقوله طيب يعني إحنا بنتكلم في كلمة واحدة ممكن تحللنا مشاكلنا وهي الحب هي من حرفين خليها المحبة المحبة عشان الحب فيها شوية ست وراجل لا أنا بتكلم على الحب ما بين المصريين المحبة إزاي ترجع تاني المحبة ما بين قلوب المصريين كلهم تتقالف لما يجي عسكري سنة ستين ويجري وراء حرامي بيجري والحرامي بيجري قدامه تبصت لأ الناس شافة ستات وبنات ورجالة يجروا وراء العسكري في اتجاههم ليساعدوا طب إلا خلى الصورة تتعكس العسكري بقى يجري في فساد حصل في فساد حصل وهناك المستفيد يا مونة عارفين طبعا يا مونة الكلام ده يحصل كده يعني بعبط والسازاج احنا متصورين ان هذه الدول عبيطة بسازجة دي بتشتغل وبتدفع مليارات وبتأجر ناس وبتصنع خلايا مال ايه بس الفرقة اللي احنا فيها هي اللي بتديهم فرصة انه هم يتخللوا ويدخلوا طب ما احنا عندنا مشكلة احنا عندنا المعارضة مش متفقة حتى يعني احنا ما عندناش حد متفق فيه خناءة صعبة فيه خناءة بالزهورة حضرتك قلت احنا ما عندناش حد متفق انا راجع البيت وجراننا الست عماله والراجل عمال سامع اطباء بتتكسر في الحيطان وكذا حفظة لخبط على الباب لما يفتحوا وروح واخد الراجل في حضني وبوس ايديه وبوس رجليه واقول له في عرضك والست ودخل مراطي وجراني نلمهم نقدر بعد الظهر نلاقيهم بصورة تانية اللي هم عليهم مع بعض وتقول له انا متأسف صلح يعني والوفاق ما بين الناس مصالح مع النفس وبعدين محدش احسن من حد ومحدش يعني يتبطر على حد محدش احسن من حد ما انت شاطر في كذا انت طبيب كذا وانا طبيب كذا انا معلم في الهندسة انا ابني امارات ما حصلتش يتيجي دول اجنبية تصورها وتعرضها في مجلات عالمية وانا طبيب مسالك بولية ما حصلتش وبينتدبوني طب عظيم تعالنا توحد ما نتخنقش نتكامل نتكامل ما نختلفش لان احنا مختلفين مختلفين ليه انا احسن منك لا ما حدش احسن من حد انت مش احسن مني كلنا كأسنان مش كلنا في وعاء واحد احنا مش ما فيش حد احسن من حد نحب ببعض ونشيل الكراهية نشيل الغدر نشيل الضغينة من خلوبنا ايه اللي يحصل مين اللي عمل الديكورات الحلوة انا صورت في حاجات في ايطاليا في الاستوديوات بتاعت ميلانو والله بممتاز صدق الودي اللذيز اللي عمل الديكور ده ليستحق ان اصفق له الكادرات الحلوة طب احنا حلوين احنا حلوين احنا حلوين افتح الباب للسيد والحب والبركة ان شاء الله ويا رب بلدي وحبايبي يا رب والمجتمع والناس يا رب يا رب بلدي وهي دي تكون اخر ختام لكلام حضرتك الكلام حدرتك الحلو معنا النهاردة وكل سنة وانت طيب ويا رب دايما مصر تبقى حلوة بنسها الطيبين ازاي حضرتك ويبارك فيك ويبارك في زملائك كلهم احنا وانت يا رب وفي مخرجنا الجميل اشتركوا في القناة شما تنور بالحب والإخلاص تجعني دفعة قوية في عجلة الانتاج الاخواتي تلبس وتاكل الاخواتي تلبس وتاكل والغرنة ما نحتاج اشتركوا في القناة تجعني حبة تفرع وتبقى فددين سنابت تحضن فروعها الأيادي وتقوس قدرها المناجل تجعني حبة تفرع وتبقى فددين سنابت اشتركوا في القناة